أكيد والمشكلة بقى إن إحنا عندنا يقول لك إيه معلومات عامة كده درجة ما تبيش عارف أصلا 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 من فصلها والكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي قصة إن الفيتامينز أول حاجة تتقال إن لا لا لما نتم أربعين ممكن نبقى ندور للسيدات يعني نبقى ندور على قصة الفيتامينز ونهتم ومش عارف إيه هل أصلا الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا يا نهوان ده مش مظبوط البنات والستات من جميع الأعمار محتاجين فيتامينز يوميا مش أقول شبه يومي ومن سن صغير من سن صغير من العشرينات محتاجين فيتامينز يعني بتلاقي نقص فيتامين ده درج من سن صغير جدا محتاجين أي بنت في سن صغير أو حتى سيدة بعد الأربعين محتاجة جدا تدعم جسمها والدعم دمها والدعم عضمها لو سنها كبير شوية مثلا بالكالسيا تدعم دمها بفيتامين بي كومبلكس وبالأخص فيتامين بي 12 القوبالامين لأنه هو اللي بيكون لي خلايا دم الحمرة محتاجة جدا تدعم نشاطها تدعم التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي وسرعة الأيد ده بيتحفز بفيتامين بي فوانسن عندها نشاط هي الوحدها تحلو الوش أو الوجه محتاج جدا فيتامين سي لأن فيتامين سي هو اللي بيعزز لي الكولوجين الكولوجين بينقص من سننا 25 سنة صغير تبقى صغيرة جدا هل ليه بدري كده احنا بنبقى الحقش 25 سنة صغير جدا اه طبعا طب ما يستنوا علينا 45 طب ليه والله لا الكولوجين ده بروتين صحي جدا ومن أهم البروتينات لصحة البشرة ولصحة غضريفنا يعني الغضريف كلها فيها كولوجين فعشان كده طول الوقت بيقولك ايه كله كوارع طب يا جماعة أنا واحدة فعلا أنا مقدرش أكل كوارع عشان كلها كولوجين فبداعم بفيتامين سي فيتامين سي بيعزز لي الكولوجين وبيعزز لي امتصاص الحديد عشان ما يجليش أناميا مثلا طيب ايه تاني مهم؟ فيتامين اي مهم جدا للسيدات كمان ومهم لتعزيز الدورة الدموية ومهم لعدم أجسادة الدهون الضرة ويبتدي كوليسترول يترصب ويعملي تصلب شرايين مثلا بيدعم بيدعم جدا مهم لتدعيم الخصوبة عند السيدات لأنه بيعزز لي الدورة الدموية في المبايد مثلا وليس علاج لمرض العقمة برضو لازم اي ستة او اي حد يتفرق فينا يعرف الفرق بالفيتامينات والعدوية الكالسيا مهم جدا للتدعيم خلايا العضل فلا غنى لغنى عن الفيتامينات والمعادن يوميا ان تكمل أكل وان تكمل مكملات الغذائية يبقى دي أول حاجة زي ما يتقال مثأو زي ما يتقال معلومة خاطئة موجودة عندنا إن لأ وإحنا صغيرين مفيش مشكلة ولا نركز مع الفيتامينز لا فيش حاجة اسمها كده من سن الاربعين من سن صغير يمكن كمان قبل خمسة وعشرين يعني ممكن إن إحنا نبدأ من وإحنا صغيرين كل ما ابتدينا بدري كل ما أحسن دي نقطة كويسة جدا